هنروح للأخبار التالية المحلية عندنا خبر مهم وهو استضافة مصر لبطولة القوى البدنية في شرم الشيخ دايما استضافة مصر للألعاب أو الأحداث العالمية لما بتحصل في شرم الشيخ هو زي ما بقول بتضرب عصفرين بحجر هو نجاح كبير جدا فني ان انت تستضيف هذه البطولة كبطولة عالم أو كأس عالم وفي نفس الوقت ترويك سياحي كبير جدا جدا لمصر على المستوى السياحي طب أقول لكم تفاصيل عن البطولة تعالى نشوف مدينة شرم الشيخ بتستعد لإستضافة بطولة كأس العالم للقوى البدنية واللي مفروضها تتلاقي في الفترة من 3 ل 9 فبراير اللي جاي بإذن الله تحت رعاية اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء والدكتور أشف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصر للقوى البدنية عقد عدد من الاجتماعات مع اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء وده لمناقشة طرق الإعداد لأجندة الحدث العالمي وتنظيمه على أعلى مستوى زي ما قلت لحضراتكم عشان يليق باسم مصر وكمان كيفية الاستفادة منه للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام شرم الشيخ وده تمشان مع سياسة الدولة في استضافة أحداث الهم على أرض مصر في مدينانها المختلفة طبعا مش محتاج أقول إن مصر دايما بلد الأمن والأمان وأكد اللواء خالد فودا على تقديم الدعم الكامل لاستضافة البطولة على أراضي مدينة شرم الشيخ النسخة دي هتبقى التانية اللي مصر هتستضف على الأرضها بعد تنظيم نسخة السنة اللي فاتت في مدينة الغرداء ويشارك فيها 19 دولة ومن المتوقع زيادة عدد الدول للنسخة اللي جاية بإذن الله عن النسخة اللي فاتت طب ليه لأن السنة اللي فاتت كان لسه برضو فيه أحداث والناس طلعا من كورونا برضو الآن أنا مش عالف إيه بتعمل كان عدد الدول 19 دولة أنا بتوقع إحنا هنتكلم البطولة دي بعد ما يحصل نهاء العدد الدول المشاركة بتتصورها تعدي التلاتين لأن اللعبة دي حلوة جدا وعندنا أبطال عالم بالمناسبة فيها واللعبة دي لأي حد يدر لعبها ولها مراكز منتشرة جدا على مستوى الجمهورية وعملنا حلقة واستضافتنا أبطال اللي خدوا مديليات في القوة البدنية بيبقى هي مزيج من رفع الأثقال والهافز قوات يعني مزيج من كذا لعبة بتبين القوة البدنية وشفتوا الله أكبر في الصور اللي عرضناها لحضراتكم الناحية البدنية مهمة جدا ولعبة مش غالية يقدر لعبة كتير تمارسها وبدون تكلفة نتمنى طبعا كل التوفيق وأن الحدث الكبير ده يخرج بشكل يليق باسم مصر فنيا طبعا سواء على اللعبة أو حتى إداريا بالتنظيم ويكفي أنه هو في مدينة شرم الشيخ اللي احنا دايما بنقول أنها مدينة السلام ومش احنا بقوله ده العالم كله فالنهار ده أكيد بيبقى ليك استفادة قصوى من تنظيم هذه البطولات كل التوفيق طبعا للعبتنا والقائمين ومنظمين هذه البطولة